بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانيل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم نظريت داول التحليل الفني للأسواق المالية العالمية سنتناول في هذه المحاضرة بالشرح والتفصيل العناصر الآتية رقم واحد مقدمة تاريخية عن شارلز داو اثنين القانون العمومي عند داو ثلاثة العلاقة بين القانون العمومي عند داو وغيره من المصطلحات الأخرى أربعة شرح نظريت داو والتي تحتوي على ستة مبادئ أولا مقدمة تاريخية عن شارلز داو يعتبر شارلز داو المولود سنة 1851 والمتوفي سنة 1902 ميلادية عن عمر يناهز 51 عاما أبو التحليل الفني ومن المعروف أنه هو الذي أسس ووضع مؤشر داو جونز الشهير لبورسة نيويورك الأوراق المالية نيويورك ستوك إكسشينج نيوي اسي اي وكان لكتاباته وتحليلاته دور كبير في بلورد جميع أفكار التحليل الفني ونشرها وذلك حينما كان أشغل منصب رئيس تحرير جريد تولستري جورنال والتي تعتبر جريدة المال الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر هذه الكتابات هي التي تمثل مجموعة الدروس المستخلصة من السوق التي جاءت بقلم داو في افتتاحيات هذه الجريدة المتخصصة في تغطيط الأخبار المالية هذه الكتابات هي التي عرفت فيما بعد بنظري داو داو سيوري ثانيا القانون العمومي عند داو لتشرس داو قانون مهم جدا يعرف بالقانون العمومي لا أوف كماناليتي ينص هذا القانون والذي يعتبر المرجع الأساسي للنظرية على التالي أن حركة الأسعار الرئيسية بسوق الأوراق المالية لإحدى الدول الصناعية الكبرى ستتكرر بمرور بعض الوقت في أسواق الأوراق المالية الأخرى وللتعليق على هذا القانون نجد أنه بالفعل هذا ما نلحظه في البورصات العالمية حيث أنه هناك شبه عدوى تسري بينهم حال صعود الأسعار أو هبطها فنجد أن الحركة في إحدى هذه البورصات تتأثر ولو بدرجات متفوتة بما يسري في البورصات الأخرى ولعل تأثر حركة الأسعار بالبورصات العالمية بعضها البعض أخذ في التزايد في ظل العولمة والخصخصة واتباع سياسات الاقتصاد الحر وازدياد حرية حركة رأس المال بين الدول المختلفة لأن العالم أصبح وكأنه كيان اقتصادي واحد نلاحظ ذلك أيضا في بورصات الدول النامية وبين أسواق الدول الصعيدة فقد تأثرت بالسلب في الماضي القريب أسواق المال العربية نتيجة لحدوث أزمات مالية بدول شرق أسيا وأمريكا الجنوبية وخلصت الكلام في ذلك أن هناك نوعا من الارتباط الموجب بين الأسواق المالية للدول الصناعية الكبرى وأن هذه العلاقة نفسها موجودة أيضا فيما بين بورصات الدول الصاعدة اقتصاديا وهذا يقودنا إلى الحديث عن النقطة الثالثة في محاضرة اليوم وهي العلاقة بين القانون العمومي عند داو وغيره من المصطلحات الأخرى نجد أن القانون العمومي عند داو قريب الصلة بمصطلح وهو فرع من فروع التحليل الفني يدرس العلاقة السعرية بين المنتجات والسلع والأسهم والسندات والعملات الأجنبية المتداولة بالبورصات العالمية حيث أصبح من غير الممكن دراسة أي سوق مالي بمعزل عن الأسواق المالية الأخرى وهذا يعني أن متداول الأسهم والمعادن النفيسة عليهم متابعة ما يجري للسندات وكذلك متداول السندات عليهم متابعة ما يحدث ببرصات السلع المستقبلية وعلى الجميع معرفة ما يحدث لأسعار الدرر الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى أما عن الجزء الرابع من محاضرة اليوم وهو شرح نظريت داو نفسها فهذا ما سنتناوله بالشرح والتفصيل في المحاضرة القادمة وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحسن فيه على وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماسا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته